نهارده الدكتور خارد عبافار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي قال ان هنفذنا اكثر من 500 مشروع من مشروعات تعليم العالي في الجامعات 27 جامعة وجامعات تكنولوجية وجامعات اهلية ونقلة نوعية هائلة للوصول الى المعدلات العالمية في الجامعات يعني نهارده كان الرئيس بيتكلم على ان احنا 100 مليون وفقا للمعايير الدولية عايزين كل مليون لهم جامعة يعني عايزين 100 جامعة عندنا 27 جامعة وبدأنا نطور وندخل فيه افاق جديدة سواء جامعات تكنولوجية فيه مناطق زي العالمين وزي شرم الشيخ وزي الجلالة وزي يعني فيه اكتر من جامعة من الجامعات التكنولوجية اللي فيها مناهج وبرامج تعليمية جديدة تلائم التسارع العلمي الحاصل والتكنولوجيا الحاصلة سواء برامج بيئية وبرامج تكنولوجية وبرامج للذكاء الاصطناعي الى اخر هذه البرامج اعتقد انه ما تحقق خلال الفترة الماضية سواء على مستوى البنية التحتية في قطاع التعليم العالي والدولة البحث العلمي زي ما قال الدكتور خالد النهاردة 500 مشروع كلفه على الدولة حوالي 150 مليار جنيه لتطوير الجامعات فقط ده انجاز ما كان احد انه هتخيله والنهاردة الدكتور خالد قال ان احنا محظوظين ان احنا بنشتغل مع السيد الرئيس اللي قال انه انتو بتحلموا واحلموا عشان احلامنا فاحنا بنحلم وتحقق جزء كبير من احلامنا او تحققت اجزاء كبيرة من احلامنا في الوصول الى مستوى جامعي لائق وفي وجود مؤسسات تعليمية تليق بالحلم وايضا دخول جامعات مصر اكتر من جامعة مصرية في تعداد افضل الف جامعة على مستوى العالم وفي من ضمن اكتر 500 جامعة على مستوى العالم وفي من ضمن 400 جامعة على مستوى العالم كنا بعيدة عن التصنيف دلوقتي دخلنا التصنيف وده ما كان له أن يتأتى إلا بمجهودات حقيقية لتطوير المرافق الخاصة بالتعليم العالي والجامعات طرق التدريس، طرائق التدريس، المناهج الجديدة، البرامج الجديدة التعليم التطبيقي اللي كان موجود تجربة دي اللي من ألمانيا اللي هي برعت فيها على مستوى العالم اللي هو التعليم التطبيقي التعليم التطبيقي إنه الواحد بيتعلم بيقرأ الكلمتين وروح يخش المصنع أو المصنع الجامعة في قلب مصنع زي المستشفيات وكلية الطب داخل المستشفى أو المستشفى داخل كل الطب بالتالي الجامعات التدقية المصنع جوا جامعة أو الجامعة جوا مصنع بالتالي المهندس أو العامل أو الفني أو الوسطى بيبقى متعلم مش نظري مش كلام نظري في الفصول لا، ده بيقدي أوقات من الأسبوع كام يوم من الأسبوع فيه داخل المصنع على خطوط الإنتاج والباقي بيبقى الإطار النظري